رحلة في عالم البحار يزخر عالم البحار بكائنات ومخلوقات عجيبة تثير دهشة الإنسان وتحير فكرة لما يراه من سحر جمالها وتناسق تكوينها إن أول ما يلاحظه المتأمل في عالم هذه المخلوقات ذلك التناسب الدقيق بين شكل هذه الكائنات ووظائفها فالشكل الإنسيابي هو الغالب على طائفة كبيرة منها وذلك لأنه يساعدها على التنقل والسبح ويخفف إلى حد بعيد من مقاومة ضغط الماء لحركتها كما أن الله عز وجل وهبها أعضاء تناسب وظيفتها فالسمك الطائر مثلا مزود بزعانف تشبه الأجنحة تساعده على مضاعفة سرعته إذا أراد أن يلحق خصمه أو أراد الهروب منه وبعض الأسماك زود بزعانف تمكنه من الدوران والمناورة بسرعة كبيرة وبعضها يمتلك جسما مفلطحا يساعده على تحمل شدة ضغط المياه إن كان يعيش في الأعماق وفي عيون السمك ميزات فريدة تتجلى فيها قدرة الخالق الكريم ودقة صنعه فبعض الأسماك يمتلك كشافا ضوئيا في الجزء الأسفل في كل عين تستخدمه السمكة في إفزاع أي عدو يتجه نحوها أو في التخاطب مع أفراد نوعها من الأسماك إذ إنها تتحكم في إطفاء هذا الكشاف أو إضاءته ولا تستخدمه إلا عند حلول الظلام الدامس ويستامل كثير من هذه الحيوانات البحرية وسائل فريدة ومثيرة في التخفي والتموية سعيا منها إلى المحافظة على حياتها من الأخطار الخارجية التي تتهددها فمن هذه الكائنات ما يلجأ إلى التلون بلون البيئة التي يعيش فيها حتى لا يسهل على أعدائه التعرف إليه ومنها ما يطلق غمامة من مادة سوداء تعمي عيون أعدائه كما يفعل الحبار وقد سمي هذا الحيوان البحري بهذا الاسم لأنه يقذف مادة سائلة لها لون البحبري عندما يعتريه الخوف من عدو يتبعه وهو يبخ هذا السائل في الماء ليعكره فيضل عنه العدو والتابع ويعد تنين البحري سيد التمويه والتخفي في عالم البحار فهو يحاكي الطحالب البحرية المنسابة ويتحرك بهدوء متربصا بفرائسه وبهذه الطريقة يتمكن من الإجهاز عليها أو حماية نفسه من أي خطر يتوقع أما إذا أخفق التمويه في حمايته من الحيوانات المفترسة كالقرش والأسماك الكبيرة فإنه يحاول أن يصد الهجوم أحيانا باستخدام زوائد شوكية حادة منتشرة في جميع أجزاء جسمه وفي قاع البحر تنتشر أحياء بحرية تشكل حدائق ذات بهجة فالأصداف الجميلة والأزهار البحرية والصخور التي تآلفت مع الأحياء في تكوينات هندسية دقيقة الصنع هي أقرب ما تكون إلى حدائقنا الحافلة بمختلف الأزهار وتبدو الطحالب البحرية بألوانها الزاهية في أعماق البحر في منظر بديع وهي خليط من ألوان الطيف لا يضاهيها في الجمال إلا ألوان الأسماك التي ترتع حولها في هذا العالم الغريب الذي يسوده سكون شامل وصمت مطبق لا تعكر صفه إلا ذبذبات منتظمة لحيوان مروحة البحر أو لحيوانات المرجان الدقيقة وهي ترشف غذائها بوساطة أهداب لا ترى العين إلا أثرها كان في عالم البحار من سحر وجمال وكان فيه من آيات تفتن الناظر وتدهش المتأمل وتسحر العيون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر